ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعا جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية هذا اليوم بقسل قضيبية وفي بداية الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدأ شعب مملكة البحرين بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لمثاق العمل الوطني وما تحقق من إنجازات مشرفة على كافة الأصعدة كما هنى المجلس جميع منتسبي قوة دفاع البحرين قادة وضباطا وأفراد بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة الدفاع وأشهد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوة الدفاع في سبيل خدمة الوطن والدفاع عنه والحفاظ على مكتسباته وشهد المجلس بافتتاح مبنى مركز العمليات البحرية الموحد في سلاح البحرية الملكية البحريني الذي ينضوي تحت القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخلال الجلسة سفسر سمو رئيس الوزراء عن عدد من المشاريع المتأخرة منها ساحل قلالي وساحل البسيتين ومشروع سوق القيصرية بالمحرق وسوق المحرق المركزي ووجه سمو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى سرعة تنفيذ تلك المشروعات بما يلبي احتياجات المواطنين من جانب آخر قدم سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عرضا حول سير عمل المشاريع ووجه سمو رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع مع الوزارة المختصة والتعامل مع أية تحديات قد تواجه سير العمل وتعطل من إجراءات تنفيذها بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يري ناقش المجلس مذكرة بخصوص المقترح المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تغيير الجهة المشرفة على المعاملات الإلكترونية وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعدها وافق المجلس على مذكرة بشأن تنظيم وحضر صيد أسماك الكلعد والربيان والجباقب خلال بعض الفترات بحيث تكون فترة حضر صيد الكلعد لمدة شهرين بواسطة الشباك في الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر وفترة حضر الربيان لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من 15 من مارس إلى 15 من يوليو وتقليل حضر صيد القباقب من أربعة شهور إلى شهرين خلال الفترة من منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر مايو بعدها وافق المجلس على مذكرة بشأن عادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات بعدها ناقش المجلس مذكرتين بشأن اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة واتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية وقرر المجلس إحالتهما إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بعدها وافق المجلس على مذكرة بشأن قائمة المهن الطبية المعاونة والتي تتضمن مهن التمريد والقبالة والمختبرات والتصوير الطبي الأشعة وتقنية القلب والأوعية الدموية والتخاطب والسماعيات والعلاج الطبيعي والعلاج المهني ومهن الأسنان والبصريات والتغذية والعلاج النفسي والتفتيش الصحي والطب البديل والفيزياء الطبية والعلاج الإشعاعي بعدها وافق المجلس على مذكرة بشأن تعديل المرسوم رقم 41 لسنة 2012 بتسمية الوزير المنوط به القيام باختصاصات المساهم في شركة برصة البحرين على أن يكون وزير الصناعة والتجارة والسياحة هو الوزير المعني بتلك الاختصاصات وعقب الجلسة عقد سعدت سيد عيسى بن عبد الرحمن الحمدي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى ونواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أشار سعدت الوزير إلى القرارات الصادرة التي تهدف إلى تنظيم العمل في القطاع الإعلامي تأتي مكملة لقانون الإعلام لسنة 2002 المعمول به حاليا حتى أصدار قانون الإعلام الجديد كما أشار سعدت السيد الحمدي إلى أن الهدف من فترات حضر الصيد هو الحفاظ على الثروة السمكية والمخزون منوها إلى أن حضر الصيد سيشمل ثلاثة أنواع وستقوم الوزارة المعنية بإصدار الضوابط الخاصة بذلك وسيعرض تلفزيون البحرين التسليل الكامل للمؤتمر الصحفي لسعادة الوزير وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسية الشرون وبعد هذه النشرة